اشتركوا في القناة نهضة أساسية للمسيرة التنموية الشاملة والنهضة المتطورة التي تشهدها المملكة كما قدمت رئيسة مجلس النواب خالص التهاني والتبركات إلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وجميع منتسب قوة الدفاع بهذه المناسبة الوطنية العزيزة مثمنة معاليها ما تشهده قوة دفاع البحرين من إعداد منتسب القوة على أداء الواجب والتضحيات والفداء وتطوير المهارات والتعامل مع مختلف المنظومات العسكرية وأحدثها لتضاهي المؤسسات العسكرية المتقدمة في العلم والسلاح ومواكبة كل ما يستجد في مختلف المجالات وأكدت رئيسة مجلس النواب حرص السلطة التشريعية وبكل ما لديها من صلاحيات للعمل على أن تظل قوة دفاع البحرين دائما وأبدا الدرع الواقي والسد المنيع للحفاظ على المزيد من المنجزات التنموية والحضارية لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر